لا إلا السباق أرق الحياة من المتنفس شلال لو يتوقف رح ينتهي الموال أو العرمش كتر الكلام الجوال إذا أجربانه الناس تقول الله والمستحيل نرش نهاية كل شيء ومفيش حالة نزيل في البيئة الطريق عمر الأمل مبيه الغزل بالدوار عمر الضموح مايوه أكون إلا السباق إلا السباق إلا السباق أحلى بدال الكلام هو السلام سلام عليكم من سويسرا من المناطق الجميلة جدا منطقة على البحر وفي جبال القلب كلها منطقة خضرة وجميلة قوي قوي الناس هادية والطرق هادية في الصوت زي ما أنتم سمعين نفيش حاجة نحن نقاطي في شارع عادي نحن في شارع في مدان يعني الدنيا هادية جدا المهم يجب أن نتكلم النهاردة في موضوع لطيف جدا ليه علاقة بالمظهر العام انت بتبقى بتهتم جدا جدا بكل تفاصيل حاجات في شكلك وانت نازل رايح سي مثلا معاد مهم معاد شغل معاد مقابلة مهمة حاجة جديدة كده داخل عليها فعايز طول الوقت تظهر بمظهر حلو تهتم بكل حاجة تظبط كل حاجة وتقوم جاي وقف قدام المراية مزبط حالك وتمام عجبك كل حاجة وتبدأ تبتسم لنفسك تشوف شكلك بعد وبتتحك هلاقي في حاجة ما أقصى وهي شكل سنانك واول ما تبدأ بقى تبص تلاقي سنانك شكلها مش عجبك كل اللي انت كنت مبسوط بيه والطاقة الجميلة اللي جواك وانت شكلك شيك جدا وعد انتهت مش بكلم بقول اللي انت يعني حد رجل تبقى غني قوي وراجل بتجيب لبسك منين وبتعمل لأ انت ممكن تبقى لابس حاجة بسيطة جدا بس شكلها عليك حلو شيك وبعدين تلاقي شكل سنانك مش عجبك هو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارة اهتمامك بتكملة شكل وشك ده مهم جدا عشان اللبس اللي انت بتبقى لابسه يعني ما تقولش انا لابس لبس شيك قوي والناس تبقى بصة على اللبس لأ انا بالنسبالي مش اللبس هو اللي ممكن يشدني قدم مشكله اهتمامه بنفسه ازاي اهتمامه بسنانه ازاي سنانه تبقى شكلها طول الوقت كويس الموضوع مش اللي انا روح اضاية سناني واروح اعمل زي الناس الممثلين بقى والناس المشاهير اللي انا لازم يبقى عندي الهولود اسمايل لأ مش لازم بس على الاقل تبقى مهتم باللي انت مثلا لو شربت قهوة كتير سجائر كتير لازم تغسل سنانك حاول بكفضة الان كانت طبعا تقلل من الكلام ده بس لو انت تشرب اه حاجات او بتاكل حاجات بغنقة وحاجات فيها بوهرات كتير وحاجات ممكن تبقى لونها صعب بعد ما تخلص الاقل خش تغسل سنانك مش هيحصل حاجة الاهتمام بالسنان يا جماعة فعلا بيوفر عليك حاجات كتير قوي اه ممكن تحصل لك بعد الشر امراء كتير ممكن تجيلك بسبب قلة الاهتمام بالسنان السنان يا جماعة شيء مهم جدا سواء للمظهر العام او لصحتك يا جماعة السنان فعلا هي بيت الداء الحقيقي مش المعدة كنا زمان بنسمع ان المعدة هي بيت الداء لا السنان هي بيت الداء خلي بالك من سنانك بجد سنانك حصانك لو صنتها صنتك جدا فاصل يا رجع نكمل كلامنا بالفضلكو استنوا رجعنا بعد الفاصل ومعانا غينا صنديد نهاردة نتكلم على الشوكولاتة طبعا كل الناس هتبقى قاعدة ومستنية هنقول ايه على الشوكولاتة هي مضرة ولا مفيدة لايه بالزبط الشوكولاتة حلوة ده ايه انا ازايك هاي نور منورة نهاردة مابسة الوين كده وحاجة حلوة انت ماشاء الله دايما اني عليك بردة طول الوقت منورة اخبار الشوكولاتة بقى عايزين اقول الناس اللي يحبوا الشوكولاتة بيصحوا الليل ياكلوا الشوكولاتة اخبار كتير حلوة حلوة ؟ انا ما بدي احكي الاشياء المش منيحة عن الشوكولاتة اليوم انا نكفت على اون كتير بحلقات كتير اليوم جاي ابسطن يلا بينا اليوم رح نحكي عن الشوكولاتة انا مبارح شفت اقولي شوكولاتة مرة احدة بستي بدي اقولها 600 مرة اليوم شوكولاتة انا مبارح وصلني ميسج نكتهية انه شوكولاتة من مصدر نباتة وبتعرف انه بالدايت لازم نأكل كتير نبات وصلاتات فانا خلاص حامشي على دايت الشوكولاتة لانه بيعتبره سلطة هو مضبوط الشوكولاتة مصدره النباتة لانه حبوب الشوكولاتة يعني الشوكولاتة مصدره حبوب القهوة والبن مصدرة نباتة الشوكولاتة بيحتوي على مادة اسمها الفلفينويد هي مضادات للأكسدة بالضبط بدي اعطيك اجزامبل انه مثلا بيقولولها كتير فوكة وخضرة فحبت الشوكولاتة قطعة الشوكولاتة الصغيرة فيها 8 مرات مضادات للأكسدة اكتر من الفوكة من الفوكة يعني من الفراز مثلا قالوا مالحاولة نقول كلام pairingا كتير تجعلنا الناس سيبه كل حاجي هانا ببعطيك حلو 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 وبعدين بيجيون بالحقيقة دف구�amas بس هاي ايا شوكولاتة عم نعكي عن الشوكولاتة ايها شوكولاتة شوكولاتة انا كل اللي عم بحكيه ايها هو عن الشوكولاتة المر طبعا LMA منزيد حليب بزيده الوحدات حرارية لما منزيد سكر بزيده الوحدات الحرارية في الشوكولاته ايها كرامل اللي فيها بسكويت اللي فيها دهون هيدا كلها فيها وحدات حرارية انا ما بمنع عن الشوكولات بسمحلوا نياكل شوكولاتة ولكن باعتدال خلينا نحكي عن الاشعات اللي بتطال الشوكولاتة لانه حرام عن جد مزيد ضال منها بيزلموا الشوكولاتة اول شي بقلولك بيسبب حبوب شباب كل دراسات اثبتت انه حب الشباب او الاكني ما قلوا علاقة ابدا بالشوكولات في كتير اطبه جلد بس تروح لعنده بقلولك وقفتاكم المايوناز ودهون وشوكولات والاشياء الحراءة الحر يعني هيدا منه مظبوط لانه كل الدراسات اثبتت انه الاكني ما قلع علاقة بنظام الغذائي خصوصا الشوكولات تاني شغلة قالتلك ان الشوكولات بيزيد من المايجرين طبعا طبعا لا والله طبعا لا الشوكولات لما يكون 100% او 80% او 70% دارك شوكولات لا امتا عم بيوجع كراسة كتير لما عم بزيدله سكر هالمعدل السكر العالي هو بيقوله كده عشان شوية بيدي انرجي او بيدي طاقة عالية فجأة بس هو ما بيزيد المايجرين ابدا فممكن يخلي الصداع السنة يزيد ابدا ما بيزيد اذا ليه بيعطي امتا عم بيعطي انرجي لما يكون منزيدله سكر بس انت اذا عم تاخد قطعة شوكولات اسود طبعا لا الشوكولات المحلة طبعا ايه طبعا الفرق بين الدارك والتاني المحلة ديه بسكر وديه بسكر بابا لا هيديك بدون سكر وهيدي بسكر بس عم بيكسبه عليك عشان تنصح وتصير امصح منهم بيزيدولها طعمات مثلا بيعملوها عنعنع في دارك شوكولات عنعنع في دارك شوكولات على ارنج في دارك شوكولات على طعمات مختلفة بس بس هي ما فيها سكر ابدا كمان بدنا نحكي بشغلة كتير مهمة انه الناس تبعد عن النوجة عارف النوجة اللي هي بفيه بقلبها في السوق وفيه بقلبها كرامال الشعب المصر كله هو صغير اتربع على النوجة عندنا بقى النوجة والدوم والحرنكش ده كله لازم اتربع ليهم الصغارين تجيب لي اخير ساعة تقل لي فسيخ ورنجة وساعة تقل لي حرنكش ومرنكش طمعا ده حضارة طيب حرارة طيب حرارة انت في فين انت؟ انا باللبنان امنا فيه نوجة وموجة هول ممنوعين يخترب ببيتنا لا لا اسا عايز اقولك حاجة نوجة يعني طيب كتير بس ممنوعة انا فيها وحدات حرارية كتير عالية وفيها نسبة دهون كتير عالية كمان دي احكى شاغلي كتير مهم ان الشوكولات اللي مظلوم لو بيتاخد بضارك يعني بيتاخد اسود بيهم بجيت اسكلة كتير منيح للقلب والشرين بيوطي الـ HDL اللي هو بيصري بيعلي الـ HDL اللي هو الكوليستيرول الجيد بيوطي لـ LDL اللي هو الكوليستيرول السيء مش كويس الشوكولات الاسود كتير منيح لمارضة الضغط بيوط الضغط والزاكرة كمان وكتير منيح للزاكرة كتير منيح للمناعة وفيه انتا اكسدنت كمان بحارب السرطان فنحن الكونكلوجين اليوم اللي بدنا نحكي فيها انو الشوكولات اذا بتاخد بالفورم الاسود طبعه هو كتير مفيد كل يوم فينا ناخد تقريباً 30 ل 60 جرام انا ساعت بحط الناس اللي اللي بعمل لهم أنا الدايت بحط لهم حتة شوكولات بيقولهم مش ينصدقين لاني بيبقى عنده دكاترة أصلاً قبل ما يقولي كل الدكاترة اللي بتقولهم او اعطيك الشوكولات انا بتحطر بيع الوقت بعت شوكولاتة وبعت شوكولاتة حقيقية شوكولاتة مش دارك يعني شوكولاتة انا سمعت كمان انت بتوزعي على الناس اول ما بيقولك شوكولاتة بعملون امتحان اه بقوا ايه تارف لي انا بديشوف مين اللي عم بياكل شوكولاتة ومين ما عم بياكل عشان احنا وعملون اللي عينه هتلمع كده وانت بضرها شوكولاتة هتعرف تغرب بعد انه كان عم بيكذر علي بس الشوكولاتة طبعاً نرجع احنا منقول انه الامتناع الزايد عنا لزوم كتير مضر لانه انت لما بدأ تجي تمنع طفل او حداً كبير عن الشوكولاتة فترة كتير طويلة يومت اللي بدو يرجع يأكل شوكولاتة هيأكل كميات كتير كبيرة فو كمان بنرجع منقول الكونكلوجين انه الاعتدال كتير منيح بس بدنا نأكل شوكولاتة نعود ولادنا ونعود حالنا نأكل شوكولات اسود اكتر اذا ترينا ناخد الشوكولاتة المحلية او اللي فيها كرامال او اللي فيها نوجا او بسكوية ناخدها بس بيقى اعتدال كمرة في الاسبوع؟ فينا ناخد ثلاثة اربع مرات بالاسبوع بمعدل ثلاثين جرام اللي هو اللوح اللي صغير وبدألك شغلة كل الماركات الانترناشنال صار عندها ميني يعني اذا انت ما في كتير نعم انت كل الشوكولاتة اللي بتاكله انترناشنال لو عم حسن كان عنده كوشكو الزغيرة ده هنعرف منين بقى تقولي لي انترناشنال بيجي اشي صغيرة اللي هي حاجة تكون صغيرة ميني ميني خلاص خلاص بس كده يعني اربع مرات في الاسبوع ممكن ناكل شوكولات مفيدة جدا اذا بيحضر لسه ممكن خمس مرات بالاسبوع اسمحنا شكرا لازم تعمل دعاية لله جينا شكرا جزيلا حضرنا حاجة حلو بقى انتكلم فيها ان شاء الله المرة الجاية شكرا جزيلا العلد الزغيرة عشان يسكتوها لازم يجبولها شكولاتة والكبير دلوقت لما بيحبوا يسكتوه بيجبوله شكولاتة من فضلكم خلوا الشكولاتة اكلها باعتدال زي ما قالت باستاذة خينة فاستان رجعنا كامل كلامنا من فضلكم استنوا رجعنا سريعا والاكسرسايز التمارين النهاردة هنعمل حاجة مختلفة تماما كل الناس اللي بتبقى مكسلة اللي هي يمشوا على نظام كل عضلة لوحدها هنعمل حاجة هي سيركي ترينيج هتخليكم تعملوا الأبر واللغر الجزء العلوي وجزء السفلي هناخدوا على يومين بس وده برنامج هيبقى 12 شهر يمشي مع كل الناس الرجالة والستان بيوصل لنتيجة هيلة بيعمل تونينج بيعلي الحرق يعني بيشد الجسم بيخلي العضلات تبقى شكلها حلو جدا وبيعلي الحرق بيخلي الحرق عالي قوي لو اي فيه اي فاتس زيادة بتنزل والبرنامج ده بينزل في الشهر من 4 ل 6 كيلو نروح مع الكابتل أحمد عبد الحميد نشوف التمرين ونرجع سريعا يلا بينا جينا بقى مع أحمد الاكسورسايز والحاجات الجديدة الجامدة قوي أحمد ازاي؟ منورة النهاردة مع أحمد هنعمل سيركل تانية نعملنا بتاعة الجزء العلوي من الجسم من البر بادي النهاردة هنعمل لفة من النص التحتيني كل الناس اللي عندهم مشاكل للبر بادي الجزء الصفلي يعني من الجسم سواء عايزين يعمله تونينج يشدوا العضلات أو يخسسوا كل الدهون اللي موجوده وخصوصا السيدات أو البنات اللي بيعازين يعملوا شيب معين للجزء الصفلي فالنهاردة التمرين دي هتوصلكوا إن شاء الله للي انتوا عايزين أول حاجة بنعملها هو الورمار تفاقنا اللي احنا لازم نسخن كويس جدا قبل ما نخش على التمرين عشان ما يحصلش اي اصابات ولا اي مشاكل للمفاصل ولا للعضلات يعني نجري الدم في عروق العضلة كده عشان ما يبقاش فيها اي مشكلة دي اشكال كتيرة قوي للتسخين وده بتبقى احسن عشان دي بتخلي الدورة الدمائية كلها تتفل في الجسم ناخد بقى شوية سكوات كده فري من غير حاجة طبعا سكوات الحركة الكابتونات بيعملها دي لازم تكون سليمة لازم الربة متعديش وش الرجل عشان ما يحصلش اصابة برضو لازم الجسم من فوق يكون ميل سنة لقدام لازم الهب بالكور تبقى سنة الورا عشان الحركة تبقى سليمة ومفيدة ما يبقاش فيها اي اصابات ولا مشاكل تمام يلا اول تمامين هنعمله دي بقاتي وهو السكوات سكوات ده هيبقى لشكل واحد بالبعض خلي بالكو هنا لازم الحركة دي تكون سليمة التمرين ده لو حتى حطت 5 كيلو او حطت 2 كيلو وتعمل غلط ممكن يعمل مشاكل المشاكل هنا هتبقى في الكتف وفي الكوع وفي النيز في الربتين وفي اللورباك اللي هي القطانية بتخلي بالكو الحركة تكون بسيطة مش للآخر تنزله بس المستوى اللي كنت نحن بديعمله الرجوة متعديش وش الرجل وبنطلع وبننزل وده لما نيجي نتعلمه مش عايزين نزاود خالص في الاوزان لازم الاوزان تكون خفيفة اتعلم الحركة ووزن خفيف هتلاك بعد كده عالمي بتلعب باب اوزان تيلي قوي بتوصل الحركة بالاوزان لحاجة ان شاء الله مستوى احلى بكتير دي قوي الحركة انا اخد الحركة التانية بطلع برجلي قدام وبرده لما اجي اطلع اول ما اطلع بطلع الكعبي هو اللي المس الارض مش وش الرجل والرجبة متعديش برضو وش رجلي الرجبة مش معدية وش الرجل ده مهم جدا وانحنا بنعمله للويتس وبعدين هنعمل استاتيك هنثبت وبعدين نعمل حركة الموشن يعني في السبات زي ما احنا عاملين كده رجل بطلع وبنزل من غير ما باخد الحركة اللي احنا عملناها في الاول هنزل وطلع طافو هنعمل عبرده اتناشر عده في البداية بيبقى اتناشر عده او ممكن عشر عدات ومع تطوير برناء الحركة والكامرية وانت شاهد انت جامد او انت جامدة ممكن نزود العدد ونزود كمان الويتس الوزن هنخش على التمرينة هنزل سينا نخش على التمرينة الثالثة وهي الديتليفت ده بنعمله لحكتين بنعمله لللور باك للعضلة القطنية وبنعمله للهامر سينج للعضلات الخلفية بالجلوتس بس الحركة هنا بتختلف هنا انا ممكن نفل دجليفت سينجينة صغيرة واطلع طلع اطول لو انا هعمل لور باك اللي هي القطنية لو انا هعمل بس العضلات الخلفية بالجلوتس بنزل نزل زي ما انت شايفين ونبطلعش للاخر هنزل تاني يا احمد تعدي بس الرجب من شوية صغيرين وبطلع بالشكل ده برافو تمام هنعمل برضو من عشرة او اتناشر عد على حسب الوزن عامل ايه معي هناخد دلوقتي التمرينة الرابعة ولا الخامسة الخامسة هناخد التمرينة الخامسة وهي السومو سكوات نفس حركة السكوات بس بفتح رجلي سين صغيرة وبفتح وش رجلي البرة وده خطير جميل جدا عشان الناس لو عندهم مشاكل في العضلات الضمة او عندهم مشاكل في الجزء اللي جوا ده بيبقى فيه فعس كتير قوي التمرين ده بيني عليه بيضيعه الطابسة وبيقوي عضلات الضمة اللي هي بعض الشر لو حركة تبقى غلط غصبا عنك او غصبا عنك ممكن يحصل فيها اصابة والاصابة بتاعتها بتطول ورخمة لو انا نقويها الموضوع المختلف خلصنا الخامس هنخرج منه هنعمل برضو نفس الحركة بتاع تلت سومو بس هطلع على تراطيف صوابي عشان اشغل شغل عضلة السنانة نفس الحركة بالزبط بنزل لما بطلع بفرد رجلي لفوق يا احمد الله عليك تسلم يا احمد شكرا جزيلا خلصنا مع أحمد من فضلكم حفظوا على التمارين دي لو حفظنا على ده هتلاقيوا في نتيجة هيبة يالله جيد خلص التمارين خلص الخلقة يا رب نكون قدرنا نوصل لكم معلومة مفيدة إن شاء الله الحلقة الجاية عندنا كلام مهم جدا مواضية مهمة جدا وعندنا تمارين هتبسكه جدا سلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة